أبناء العزاء أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم النهاردة بإذن الله هنبتدي لكشور 3 في الاندوكراين ونحن ماشيون بالنظام اللي هو التعليم الصحيح يعني انت كنك بتاخد محاضرة في كندا اللي هي المحاضرة بتبتدي بأسئلة حتى هزودنا هنقش معك الأسئلة للإجابات يعني هنعمل البيسكشن معها وبعدين بتاخد فيها ترمينولوجي بتاخد التاريخ كل حاجة كل عالم جي إمتى وعمل إيه وحاجات زي كده اللي هي دوي المحاضرة لازم تبقى عليه لأنه زان بقول إحنا جمعة ولسنا بكتاب يا شباب يعني خلينا نقولها إيه بقى كندا وأمريكا بالعربي ده المحاضرة اللي حضرتك بتتمتع بها هنبتدي كما نفعل هنا بالأسئلة على المحاضرة السابقة وحتى إحنا كمان هنديسكاسات يعني هنزود نحنا ونديسكاسات الأسئلة مع بعض فإحنا أول سؤال كان في المالتبال شويس قال لنا اختار اختار إجابة من الإجابات فقال ريجاردين سوماتوميدين سيل كلهم صح ما عادة طبعا سوماتوميدين سيل اللي هو بيبقى أشهر واحد فيهم اللي هو الإنسونيلايك فاكتور وان غروس فاكتور اللي هو زي الإنسونيلايك غروس فاكتور وان دلوقتي الفكرة تلقيت هل هو سكيتيب بايدا ليبر؟ إجابة صحيح هل هو سيميلر تو بري برو إنسونيلا؟ هل هو سيميلر تو برو إنسونيلا؟ يبقى دي الإجابة الخطأ وبالتالي هي اللي مفروض تختارها بيه إنما أكتسون ريسيبتورز لايك أو ريسيبتور لايك إنسون ريسيبتورز مظبوط صح الأكشن على الكربوهدريت والفات لايك إنسونيلا إجابة صحيح يبقى عليه الإجابة الخطأ وهي المطلوبة في هذا السؤال هي بي فور بي بي السؤال الثاني سيميلر تو بيه نحن three or you can to earn هل هي الإنسونيلا إجابة الشقين دي بالعكس وتزوده اللي تزوده اللي تزود السيد في السيدين الأولين بتزود الجروت هرمون الغلوكوكرتوكويتز اللي هما كتابوليك عكس الجروت هرمون الو أنابوليك لايستقي ما سويا يبقى دي اللي بتنقصه يبقى الإجابة الصحيحة سي فور كات ستارفاشن بتزود جروف هرمون السؤال التالت لارون دورفيزم اول اوار كوريكت اكسابت يعني اختار الإجابة الخطأ هل هو كوزد باي دي كريز دي جروف هرمون ده خطأ طبعا هو بيبقى في ميوتايشن في ريسيبترز ده بالعكس قلنا ان لارون لان لارون لان جروف هرمون بيزيد ما بيقلش وده اللي استروا عن انتباهه وقلنا حتى ان اللارون دورفيزم دي خاصة بالجيوش وان عددهم في العالم يعني مية اكتر مية حاجة بسيطة صح طب ليه ظاهرت عندهم لان قلنا الجيوش بيتجوزوا من بعض هل يصرف ليس ليبل لارون دورفيزم ليس ليبل لتو هرب كانسر او طيب 2 دابيتس بالليتس صحيح وان اعافش ليه ودي معلومة حتى بقولها ليه لزملاء مش للطلبة فقط وهو طبعا لأن أي بتيوتر لدورفيزن بروبورشنال بنقول الهيط من قمة الرأس إلى إخمص القدم تساوي الاسبان طيب نيجي السؤال الرابع يبقى هنا الإجابة آسف في دي هنبقى عشان نبقى أكدناها تاني يبقى إجابة إيه هي الإجابة الخطأة المطلوبة A for Alpha Regarding acromegaly All are correct except طبعا ما بنقول لك اختار الإجابة الخطأ كأن السؤال بقى ثلاث أسئلة It's caused by acidophilic adenoma إجابة صحيح It may cause tubal vision low by temporal Himianopia إجابة صحيح It leads to hypoglycemia خطأ لأنه بيزيد في growth hormone وgrowth hormone ده بيتوجيني ففيه hyperglycemia يبقى الإجابة هنا بتختارها الخطأ اللي هي C for cat It may lead to lactation in females إجابة صحيحة لأنه قلنا أن growth hormone لو أنت عاوز تزود عن بقية الأقرانك وتبقى من الأوائل بتقول إنه هو لكتوجينيك طيب السؤال الأخير regarding growth hormone It's anti-ketogenic غلط هو ketogenic It works by non-genomic and genomic mechanisms صح It works by non-genomic and genomic mechanisms يبقى الإجابة صحيحة لأنه يتوقع بيزيد في الأوبيستي الآن حقيقة هنا بقى يبقى عندنا إحنا الإجابة يبقى هو بيقل في الأوبيستي خلاص ما بيزيدش وبعدين بيطلع من الأسلوفيليك مش من البيزوفيليك وكيتوجينيك مش anti-ketogenic يعني الإجابة الوحيدة الصحيحة It works by non-genomic and genomic mechanisms يبقى الإجابة الصحيحة هنا هتبقى هي رقم B دي الإجابة الصحيحة يبقى عليه الإجابات ومكتوب أقصادك هتبقى عندنا في السؤال الأول هيبقى B for baby التالي C for cat التالت A for alpha الرابع C for cat الخامس الإجابة الصح B for baby It works by non-genomic and genomic لأنه هو يعني كيتوجينيك مش anti-ketogenic بيطلع من الأسلوفيليك مش من البيزوفيليك في آخر سؤال وبعدين بيقل ما بيزيدش بالأوبيستي فإحنا قررنا يا شباب إن مش بس هعديك متحان وهنناقش الإجابات عشان نبقى إجزاكلي فوتوكوفي من اللي بعمله هنا سواء في كندا أو في جامعة راس وجامعة أمريكا يعني الديت بإذن الله طيب كده إحنا خلصنا الجزء الأول اللي هو multi choice واللي قلت إنه هو مش بس جزء أصيل في المحاضرة ده هو الجزء الأساسي لأنها عيدها بقى واتمنى ما عادهاش بعد كده أنت هتحاسب على البرفورمانس تعك في الامتحان مش على أنت فهمت إيه في المحاضرة وعليه يبقى أهم حاجة نديسكاس أنت فهمت إيه في المحاضرة السابق فده أهم جزء فبليز ما تاخدوهاش عندناها تسليع أنا بنزلك الامتحان قبل المحاضرة من فضلك ابتدي حاول يعني تحل الأسئلة قبل مدتها على فكرة خمس دائم طيب تؤكّع الله أن أبتدأ فضلك في الانتيريو بتيوتري هرمون اللي هو البرولاكتين قلت البرولاكتين ده طالع منين كل معلومة من دول سؤال بالانتيريو بتيوتري طب على وجه التحديد السيدوفيليك طب على وجه التحديد لاكتوتروبس يبقى من الأسئلة من الأسئلة من الأسئلة من اللاكتوتروبس أنتيريو بتيوتري طب احنا كنا عملنا تجميعه لطيفه جدا مؤدهة قلنا القاتي ان الغدد تبتري بحرف البي اللي هم فاكره قولهم معي بتيوتري بانكرياس البرولاكتين الهرمونات بحرف بروتين بولي فيبطايد البرولاكتين بتركيبه بولي فيبطايد طب بالأكشنز بالضبط زياد جروس هرمون جينوميك ونجينوميك اللي هو جاكستات ميكانيزم طب تشابه ما بين البرولاكتين و جروس هرمون ثلاثة هما الاثنين بولي فيبطايد هما الاثنين طلعين من الاسيدوفيليك سيلز هما الاثنين بيشتغلوا بالجاكستات ميكانيزم اللي هي جينوميك ونجينوميك ادي تاني هرمون جينوميك ونجينوميك في اللي بناخده احنا اخدنا جروس هرمون اول واحد وهذه ببرولاكتين كده زعلت من الزملاء اللي بكتبوا انو الهرمون سيشتغل يا جينوميك يا نان جينوميك لا في عدد كبير من الهرمونات مش قليل ودي تاني واحد في الهرمونات اللي بناخدهم جينوميك ونجينوميك جاكستات عاوز علمك حاجة بفضلا كل هرمونات بتبقى متشبهة في الستراكشور بتبقى متشبهة في الفانكشن وعاوزين تدي تجميعهم مين اول تو هرمون سيميلار ان استراكشور ان فانكشن اللي هو اول اتنين خدناه جروف هرمون البرولاكتر ودي واجه التشابه في الستراكشور هما اتنين بوليبطايب وفيه تشابهات اخرى ان هما اتنين طلعين من الاسدوفيليك سيلز اللاكتوتروبس وهما اتنين بيشتغلوا بجاكستات ميكانيزم نيجي بقى سؤال نظري من مسأل في اللي احنا اتفقنا يا ولاد ان في الاندوكراين فيه 14 هرمونز في الاندوكراين في الريتين كوشنز بيجي ثلاث اسئلة سؤالين منهم اكشن كنترول هرمونز والسؤال الثالث بيبقى في الباقي فانت ايه اهم حاجة في يوم النظري في المراجعة وانت لسه موخك فريش انت مذكرت اندوكراين تبتدي بانك تراجع الاكشن كنترول تقل 14 هرمونز فده نظري مهم والسالف ولازم لما تكتب الاكشن تحط لنا مش ضرورة تكتبه تفصيلية انما زي ما انا كذبه كده ما تنساش دي مفضل يبقى في جروت ثرمون قبل ما تشرح الانسولينيك والانت انسولينيك وقلنا بقى تزودها عشان انت من الاوائل اللي هو الاكتوجينيك تكتب لي جاكستات في البرولاكتن قبل ما تشرح تكتب لي جاكستات ميكانيزم جينوميك والانجينوميك دي جملة اصيلة في اجابة السؤال مع الاكشن لازم نكتب ميكانيزم واكشن دينزان بقول المذاكرة فن التحصيل فن ثاني الاجابة فن ثالث طيب احنا كنا اتفاقنا اتفاق جميل قلنا ان كل هرمون في اسمه ما يوحي بوظيفته في جزء في الاسم بيوحي بالوظيفة وفي وظيفة تانية مش وجودة في الاسم وطبقنا ده على جروت فرمون ابقى ارجع على مخاضرة جروت فرمون تعال نطبق نفس الكلام على البرولاكتن اسمه ايه؟ برولاكتن وانا بستخدم هنا الالوان لكتن يبقى 100% بيساعد اللاكتيشن اللي هو الميلك سيكريشن طب تعال عشان بحب اقدي الصورة الكاملة نشرح قصة البريست كده في عجالة ده البريست بيبي لما بتبلغ الفيميل بتلاقي البريست بيكبر اهم من انه بيكبر في تكون النبل والضاكتن ده ميلي بيعمله الايستروجن وبقول الايستروجن لانهم ثلاثة مش هرمون واحد مجموعة اسمها ايستروجن يبقى ده هنجيله بإذن الله شوك مين هي بفاكرة من اهم الاسئلة من الايستروجن بيعمل نيبل الاندكتس زائد طبعا انه بيكبر بيست بس ده مش مهمة ده حاجة كوزماتيك انما الوظيفة الفانكشنال نيبلو دكتس طيب بعد كده يجي البروجستيرون يحط الالفيولاي يعني يكمل الصورة حط الالفيولاي اللي هنملاها بماء وفي البرولاكشن انا بقول ليه يسمو الايستروجن الايستروجن والبروجسترون بس عشان ما نخرجش عن موضوعنا الاساسي يجي بقى موضوعنا اللي هو البرولاكتين يعمل ايه بقى يعمل ميلك سيكريشن اللي هو قدين عسامة الالفيولاي مليانة ميلك سيكريشن للأوائل بيزوده نقطة طب الميلك ده فيه حاجتين اساسيتين فيه بروتين وفيه فاتس هو بيزود ايهما لطالب زاكي هو شبه الجروف هرمون الجروف هرمون كان بيعمل بروتين انابوليزم يبقى هنا هيعملها ازاي بقى هيزود البروتين كونتنت ميلك كان بيبني بروتين هنا بيحط البروتين بيزود البروتين كونتنت طيب بيجي بعد كده هرمون الاكسكروس اللي هناخده النهاردة بإذن الله بيطلع ميلك ايجاكشن او ميلك ان البيبي ضعيفة مايقدرش يشد الميلك من فوق بالالفيولاي ففي حوالي الالفيولاي خلايا عندها خاصية الانقباط اسمها مايو يعني عضلة ابيثيليال يعني خلية مايو ابيثيليال دي تسكويز الالفيولاي فتلت الميلك يعني تقرب الميلك نزله تحت ناحية النبل عشان سهل البيبي لان الساكلين كل نقطة في الاربعة دي سؤال الميس كيو الايستروجين البروجسترون البرولاي خاصة البروتين الاكستوسين ميلك اصح من كلمة ميلك ايجاكشن تمام طيب لطالب اسكر لو انه بيعمل الاكتشن انا بحب نفهم ياولاد في محضرات احب الفيه كانوا سموه لاكتن لماذا سميها برو لاكتن عشان كده حتى انا بقسم لك الكلمة بالازرق والاحمر ليه سموه برو؟ برو يعني قبل لانه من قبل الاكتشن بيساعد الايستروجين والبروجستيرون برو لاكتن برو لاكتن يبقى الطالب فاهم ذاكي مش بذاكر تأمل اسم برو لاكتن لاكتن يبقى بيعمل الاكتشن وبرو يبقى قبل الاكتشن يبقى ساعدة الديولوبينت من قبل الاكتشن الوظيفة التانية اللي مش باينة في اسميه انها حفظتها وفهمتها لاجيال في جملة كده بعربياتنا وانا بحب اشرح بالعربية لان السنة الجاة باذن الله اذا كان في العمر بقية هقول نفس الكورس تاني انجليش يعني لل والناس اللي بحب تسمع بالانجليزية لكن انا بحب اشرح بحب العربي اكتر لان عندي جمل كده جميلة في العربي هم ترجمها ما امكن الانجليزية بس بتبقى يعني لوقع الكلمة احسن بالعربي حفظها ما حيات البرولاكتن يساعد الرضاعة وده يبدو في اسمه طب في اللي مش باهم في اسمه ويمنع الحمل يساعد الرضاعة ويمنع الحمل ازاي بانه ينقص الجنادوتروبينز اللي هم الافرس اتش والالل اتش على وجه التحديد فيمنع الطبويل وطبا ما فيش يبقى ما فيش حمل هنا عندي تأمل مهمين جدا يعني انا عاوز نفكر مع بعض ان البرولاكتن يساعد الرضاعة ويمنع الحمل دي تثبت ايه انتو عارفين الاجابة قبل ما قولها انه وراء الخلق خلق ياولاد يعني ايه رضاعة انسى الفسولجي يعني شخص بيبني شخص من اللحم الحي فول بالك البيبي معتمد تماما على الرضاعة بتاعت ام بيبني بيكبر بالرضاعة بس يعني الام بتبني الطفل بالرضاعة طب يعني ايه حامده شرحه اما الام بتبقى حامل بتبني الجنين بداخلها من اللحم الحي من نفسها فلا يستقيم ان الست تتحمل ايه تبني ابني بالرضاعة وفي نفس الوقت ابني بالحمل فربنا خلى في وقت الرضاعة لما يطلع البرولاكتب عشان يعمل رضاعة عشان نبني طفل بالرضاعة يوقف الحمل شوف العظمة يعني يعني البرولاكتب متع الرضاعة بيوقف الحمل وتبقى بتظهر ازاي دي ان الست و ايه بتردع وهو مفيش جولادو تروبينز مفيش اوفيريان سايكل غالبا بيبقى مفيش فتقولك حتى تعبير بلدي كده تقولك انا بردع نظيف طبعا مفيش رضاعة قذرة هي تقصد و انا بردع مفيش ما عندهاش منسترويش يبقى شوف العظمة ان ربنا خلى برولاكتب يساعد الرضاعة ويمنع الحمل لانه لا يستقيم ان يحدث رضاعة مع حمل لانه لا يستقيم ان تتحمل الانثة عبقيني في آن واحد انها تبني طفل بالرضاعة وتبني طفل بالحمل لدرجة تقولك حاجة حتى لو حصل حمل تلاقي الرضاعة وقفت يعني حتى بالعكس لو حصل سعب يحصل حملة في اسناها الرضاعة توقف يا دي يا دي اعمق لك الفهم اكثر طب و لما توصل الست سن خمسين او اكتر شوية تدخل في حاجة اسمها مني بوز هنا الست اللي هي طاعنة في السن دي لفوق خمسين لا تقدر تتحمل لا رضاعة ولا حملة فربنا واقف الاتنين مني بوز شوف العظمة تدل على انه وراء الخلق خالق تأمل التاني للأوائل احنا بنقول ان الانتيرو بتطلع سكس امبورتنت هرمون اللي اربعة بتوع الغدد ثيرويد استيميليتنج هرمون للثيرويد ادرينو كورتيكو تروفي هرمون للكورتكس والاتنين جولانوتروبينز اللي اربعة اللي طالعين من البيزوفيليك سيلس والاتنين اللي من الاسيوفيليك سيلس الجمه يبقى كم امبورتنت احنا قولنا بطلع خمسين بس دول الامبورتنت هرمون سكس امبورتنت ايه رأيك بقى الطالب ذاكي لو سألوا الممتحم في الشافوي الانتيرو بتويتري بتطلع كام هرمونز بتطلع يا برولاكتن يا بونادوتروبينز ما من الاتنمش مع بعض يعني لو طلعت بونادوتروبينز ما بتطلعش برولاكتن عشكال برولاكتن تين عم خلفين كان عنده برولاكتن انيهيبتين هو الوحيد اللي عنده انيهيبتين يعني المجموعة كلها تطلع بس الاساس ما فيش رضاعة وانس البرولاكتن طلع وحصل رضاعة البيتوتري يتوقع في بونادوتروبينز يعني حقيقة الامر ان البيتوتري شوف الفهم العميق بقى للأواقل ما بتطلعش السكس امبورتنت هرمونز اتا طايم بتطلع في العادي في عدم موجود رضاعة خمسة والبرولاكتن ما بيطلعش هي ليه لان عنده برولاكتن انيهيبتين وانس البرولاكتن طلع يوقف بونادوتروبينز يعني بمعنى اخر يا برولاكتن يا بونادوتروبينز يا رضاعة يا حمل لانه لا يستقيم ان تتحمل الانثى عبئين في آن واحد ان تبني طفل بالرضاعة وتبني طفلا اخر بالحمل يا حمل يا رضاعة يا برولاكتن يا جنادوتروبينز اي هوب ام كلير ان دام اولويس كلير ده الإجابة المزاجية للاكشن يبقى تبتدي بالميكانيزم وبعدين بالطريقة التي لن تنساها ما حيات البرولاكتن يساعد الرضاعة ومن العظمه بما يبدو ويؤكد انه وراء الخالق ويمنع الحمل يوعى تنساها لو دي جملة العاوستوات في خالق ما حيات البرولاكتن يساعد الرضاعة ويمنع الحمل وانت فاهم بايتها لانه لا يستقيم ان يحدث الاثنان في آن واحد نيجي الكنترول قلنا قاعدة ان medopsis اي هرمون يا ول اور اي تطالع من الانتيروي بيتويتري لازم الاول تكريد علاغته بالهايبوتوارماس مكتب قاعدة إعدام تضي virium احجاب روح ومكتب % وبعدين نتكلم على حاجات اخرى اتفقنا يبقى اي هرموم ترد السؤال من الخصوصية الى العموم. ان اي حاجة تحت اثير فيه كنترول من فوق اللي هو الهايبوثالامس. وحتى كنت قلتها لكم بطريقة جميلة وسهلة. ان الهايبوثالامس تحدد تحدد مستوى الهرمون المطلوب. والفيدباك يثبت يثبت هذا الليفل. ما علاقة البرولاكتن بالهايبوثالامس. هو الوحيد اللي عنده انهيبتينغ هرمون فقط. فرولاكتنغ انهيبتينغ هرمون. وقلنا ده تركيبه دوبامين. ده دي الوحدها سألني مسكيو. لان البقين كلهم سمول بيبتايدز. بقية الريليسينغ انهيبتينغ هرمون سمول بيبتايدز. لما ده دوبامين. وغلطة مشهورة. اديني لو ما نبهتش لها تغلط. تمالي الطلبة تقوم فيوز البرولاكتن مع البرولاكتنغ هرمون. البرولاكتنغ نفسه بوليبيبتايد. بينما البرولاكتننغ بتاعه من الهايبوثالامس دوبامين. وحتى قلت لك بطريقة ذكرك. ليه هو دوبامين؟ انه ده دوبامين نوع من انواع كاتيكولامينس. يعني لو الست انفعلت وطلع عندها كاتيكولامينس ما تقدرش ترضع. الرضاعة قلنا دي عبقى على الانثى تستلزم ان الانثى تبقى في حالة هدوء. مش في حالة خناءة. ويتطلع كاتيكولامينس. وانس اتخانقت طلع كاتيكولامينس وقف الرضاعة. قلت لك حتى ان ان ساعات الست تتخاني مع جوز هتقول له تقول له خلتنا انفعل مش عارفة اردع البيبيب. تبقى فاهمة الميكانيزم. لما حضرتك انفعلت طلعتي كاتيكولامينس. مين هم الكاتيكولامينس? ثلاثة عشرة ما عارفين. للأوائل الكاتيكولامينس ما هماش ادرينالين ونور ادرينالين. هم ثلاثة مش هما ثلاثة. ادرينالين ونور ادرين ودوبامين. يبقى ما تنفعل بتطلع كاتيكولامينس طلع دوبامين هو البرولاكتين انهيبتين يوقف الرضاعة. شوف حساسية موضوع الرضاعة وجماله. ما فيش رضاعة اللي هو حاجة بتمثل عبقى على الانسة مع مفعال. ابقى نساها بقى من البرولاكتين انهيبتين دوبامين بنكوسين كاتيكولامين. طيب. نيجي الفيبباك. هنا بقى فيبباك جميل او او او. يقول لك انضايريك نيجاتيب فيباك. لو ما كان لها تابتش كلمة انضايريك دا مش هداكو بنعمر. يعني ايه؟ تعان شوف. سأل اول. لما البرولاكتين يزيد. عاوزين ننقصه. كنا في بقية الهرمونات اللي عندها استيميليتينج فاكتور بنقص الاستيميليتينج فاكتور. لكن هنا لما البرولاكتين يزيد عشان تنقصه لازم تزود البرولاكتين انهيبتين. فهو نقص البرولاكتين. عشان كده سموها انضايريكت. لان هناك كنا بتقول البرولاكتين. لما يزيد بيقل الاستيميليتينج فاكتور. طب هنا ما عندوش استيميليتينج عندو انهيبتين. فالبرولاكتين لما زيد يزود البرولاكتين في انهيبتين. يبقفيني الكلمة المهمة. انضايريك نيجاتيب فيباك ميكانيزم. ده الجزء الاول في الكنترول. تاني ما عشقت مثل عشق للنظام. اي هرمون طالع من البيتوتري. لابد فيه اكل شيء. تقول علاقته بالهيبتينج. هل هو له ريليسنج ولا انهيبتينج زيال البرولاكتين. اللي عندو البرولاكتين و اللي عندو الاتنين زيال جروس رمون. وتقول الفيدباك. هنا انضايريك نيجاتيب فيباك. وبعدها تقول اضايريكتينج. برضو محبه قوي. يعني عرضي بكده رائع وعشان تفتكر. كلهم بحرف ايه قبل ما نبتدي يا شباب. حرف الاس. لو بدأت بغيرها هتاخد سفر. اذا ما كانش الرضاعة تزاوي بترولاكتين. ومال ايه اللي هتطلع بترولاكتين. يعني اي حاجة غيرها هتبقى كم فارغ. طب. سليب. وبردو زيال جروس هرمونت. شوفت اشقابه. عند الانست. او سليب. وبردو بشرح. انا مش جاهرة معاك. لستة. قلت. بذكرك تاني. البيتيوتاري. غده ليلية. ليه بيطلع جروس هرمون بالليل? عشان نموه اسهل والطفل نايم. ما يبقاش عكس الجاذبية. ليه ربنا خل الاسليب يطلع. قلت عملية رضاها عملية مجهدة. مجهدة. ما ينفعش تنفعل ويطلع برولاكتين. ما ينفعش تصهر الست طول النهار وتروح مسارح وتروح سينيمات وتعف تردع. هي مجهدة في الصهر. فهي استنام عشان تردع. عوزها تردع كويس؟ تنام كويس. شوف العظمة. شوف العظمة. كل ده يدل على انه وراء الخالق خالق. بس تعجب لما بعد يقولوا لي في ناس يوجد في العالم ملحدون. ازاي يعني؟ ده كل حاجة بيكتر. انطق بوجود الله. يجو يسمع شهاد في السيولجي. وهم يعرفه. وعلى فكرة انتوا حسابكم اعصر لانكم سمعتوا. لانك عرفتوا انه وراء الخالق خالق. يبقى سليب. طه. ثلاثة. استرس. بس يبقى اخد بالك بقى. ده قلت الاسترس دي قاسم مشترك. بس الاسترس بتاع الجروس هرمون غير الاسترس بتاع البرولاكت. الاسترس في الجروس هرمون كنا اخدناه اكسرسيس وطرومة. طرومة عشان لما بتتعور بروطرومون بيبني النسيج المتعور. انا بولي. اكسرسيس لان انا عاوز طاقة عاوز جلوكوز وفريفاتي اسد. هو ده بيتوجينيك بيزاود الجلوكوز وبيعمل لابوليس الزاود في فريفاتي اسد. انما هنا الاسترس حاجة تانية خالص. خالص. لما الام تفكر في البيبي. استرس بانها هي امرأة عاملة والبيبي في البيت. تلاقي طلع البرولاكتن وصدرها بملع لبن. حتى تقول تعبير السدر بيحن. نفهمنا يعني ان ما طريق السدر بيحن. هي فكرت في البيبي بانها سايبها وهي قاعدة في شغلها في العمل. فطلع البرولاكتن زود اللاكتيشن. السدر بيحن. نيجي للسكس هورمونز. زي الاستروشن. بيزود البرولاكتن. واحنا قلناها شباب. ان هما فيه علاقة ما بينهم في الاكشة. مش كنا قلنا ان هو البرولاكتن بيساعد الاستروجين في الديفلوبنت. والاستروجين يساعد الترولاكتن. يعني هما الاثنين هاجونيست يبقى زيودوا بعض. لو جاوبت الاكشن والكنترول بهذه الصورة يعني اكتر من رائعة. بس انا عاوز اكمل حتة صغيرة للاواعي البقى. شوية اسئلة رائعة. واتباوت دا ليفلوف برولاكتن في البريجنانسيه. انصور هو في الحمل الست ما بتردعش. مش ضعف الحمل. الاجابة المنطقية ان انا اقول البرولاكتن القليل. بينما الاجابة الصحيحة ان البرولاكتن عالي جدا في البريجنانسي. ثم في لحظة الليبر البرولاكتن يقال. ثم يزيد بالنيرسينج يعني البرولاكتن عالي في البريجنانسي. برغم ان لسه ما فيش ضعف. لان احنا يساعد البرولاكتن. ومش بس بيعمل لكتاشن. هو بيساعد البرولاكتن. يبقى طالع عشان يساعد الاستروجين. طب مين اللي طلعوا؟ لسه إلينا هو الاستروجين. وفهمنا ليه بقى بيطلعوا عشان يساعدوا في البرولاكتن. طب مين منعوا ان يعمل لكتاشن في أثناء البريجنانسي؟ الاستروجين. يعني تصور تلات أسئلة عشان يساعد الاستروجين؟ طيب السؤال التاني مين يطلعوا؟ الاستروجين طب مين اللي منع الاستروجين بتاعه? الاستروجين. يعني الاستروجين يطلعوا يساعدوا في الـ development لكن في نفس الوقت منع الرظيفة الاستروجين. شوف السؤال الرابع والاخير طب ليه في الليبر بيقل ليه اول ما سألت تولد يقل ليه مفهومة هو الاستروجين لكن اتطالع من اين هو البرستروم بسناء الحمل اساسا من البلاسينتا البرستروم بيطلع كميات رهيبة في البلاسينتا طب البلاسينتا نزلت يبقى حصل انخفاض في الليبر بسبب ان البلاسينتا اللي هي مصدر الاستروجين المشيمة نزلت ده بتنزل قبل بعد البيبي اميدياتا طب البيبي ينزل وارال البلاسينتا فعلى طول الليبر برولاكتن يقال ليه ويبتدي يزيد تاني بقى بيل ساكلينك تبقى عارف ده اسئلة مهمة جدا في الشافوي وفي الامسكيو وطباوت ده الليبر برولاكتن في البرجنانسي الاجابة المنطقية ما فيش رضاعة في البرجنانسي يبقى البرجنانسي يبقى البرجنانسي قليل لا عالي جدا برولاكتن طب التفسيرات كلها كلمة واحدة اربع اسئلة اجابتها كلمة واحدة مين اللي طلعوا الاستروجين طالع ليه يساعد الاستروجين في الديفلوبير مين اللي بنعن نعمل الاستروجين طب ليه مقصة الولادة لان ما فيش استروجين بلاسينتا اللي بطلع استروجين نازده بعد كده بيطلع بالساكلين كل ما البيبي يرضع يطلع ده الكلام المزبوط ياريب بقى لو تكتب الاكشن والكنترول بالشكل ده لو في حاجة فوق الفول ماركة هيدوها لك نيجي للديس اوردر زي شباب الامراض هتاخد شكلين ميجي للديس بصوتي هي ان خمي بالكونة هي ناقص البرولاكتينيوميا وهو مرض عقل شهر البرولاكتينيوميا يثبت يحصل لها إعليكي لكاترسة او الضوات أو الضوات ويوجد رضاعة صعبة. لا يوجد رضاعة خاصة. لأنه لدينا نقص البرولاكتين. نعمل العلاج؟ نزود البرولاكتين. هذا السؤال على الامسكور الرائع. لتزود البرولاكتين فكر معي. يبقى تعمل في البرولاكتين انهيبتين. يعني أنت عاوز تزود البرولاكتين. يبقى الذي ينقص البرولاكتين هل تعمل تزوده ولا تشيله؟ نشيله. يمنع البرولاكتين يمنع البرولاكتين. معي ازود البرولاكتين ، يمتلك الذي أزود zast будто يبقى اهم كلمة هنا بص بص انتاجونيست تدي ده امسكو مهم جدا ده برض اقل شهره برض الاكتر شهره هو الهايبربرولكتينيميا ما احنا قلنا تولي بناخد شكله ياهايبو ياهايب هايبربرولكتينيميا ده سببها الآتي ايه ممكن يبقى سببها ان يطلع ورم في الاسيدوفيليكسالزر اللي بتطلع برولكتينيميا طيب اشوف سبب ثاني جميل او او حصل ورم اطع الوصلة بالهايبوثالمس بتوتري اللي هو يسموها بتوتري ستوك دي اطعت يبقى مين مش هيوصل البرولكتينيميا يحصل له ايه يزيد جدا يبقى اشوف الطالب اللي فهم يوجد نوعان من التيومرز يمكن ان يتسبب في زيادة البرولكتين ان يحصل ورم في اللي هي نوع من الاسيدوفيليكسالز يطلع برولكتينيميا او ورم يقطع الوصلة بالهايبوثالمس بتوتري ستوك فما فيش برولكتينيميا يطلع برولكتينيميا طيب ايه مانيفستيشنزر احنا يعني لطالب مش مذاكر هو في هايبر برولكتينيميا زيادة في البرولكتين في الدم يبقى في هايبر فانكشن يبقى نفكر في الفانكشن ممكن تذكرني ما هي وظائف في البرولكتين بالعربية كده بالبلدي يساعد الرضاعة ويمنع الحمل طب يبقى ناخد في الفيميل يبقى الفيميل هيساعد الرضاعة حتى خب بالك لو حتى هي مش حامل هي مش حامل بس البريست بتاع الفيميل مستعد يحصل لها جالكتورية كل حاجة جهزة في تنزل ميل كوي مش حامل ويمنع الحمل يبقى يعمل امينورية اذا كده بقول الفيميل اللي بيجي لها هايبر برولكتينيميا دي وان بتاع عفد عندها هايبر برولكتينيميا ازاي ان بنت مش حامل فجأة لقيت السدرها بيجيب لمن لان فيه برولكتين كتير والبرولكتين موقف في جوناتروبين ووقفت الدور الشعارية يبقى جالكتورية وامينورية انما الميل لأ مش هعرف غير ما يتجوز ليك عنشوف هو سدره مش مستعد اساسا الثادي بتاعه صغير فلما يطلع برولكتين يزود شوية حجم السدر ما هو كان بيساعد البرولكتون في ده برست يبقى يجيلوا حالة اسمها جاينيكو مستيا يعني تضخم الثادي مستيا يعني ثادي جاينيكو يعني تضخم وبعين يوقف جوناتروبين لما يتجوز لما يتجوز لما يتجوز لما يتجوز عنده انفرتيليتي طب في الميل والفيميل يبقى عندهم هما الاثنين نقص الرغبة loss of libido يبقى في الهايبربروتينيميا العلاجه يوفق الزائق الرغبة الزائق الرجل والست ده عندهم زيادة في البرولكتين ليس بق побед عالي تعمل فيه ناقص ليس بق Mmmm اصوش يبقى تعمل ايه عشان تنقص البرولكتين تعمل ايه في البرولكتينن يبقى ينهيبه البرولكتين تعمل فيه ايه عشان ينقص الترولاكتن ؟ يبقى ازوده ؟ ازود الترولاكتن انهيبتنج 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 يوقف الترولاكتن طب هو تركيبه ايه ؟ ما تغلطش مش عارف عبط دوبامين يبقى ادي هنا دوبامين ااجونيست مش انتاجوليست فر اصغار جدا يضع على السؤال ااجونيست يساعد الدوبامين اللي هو برومو كريبتن ده الاجابة يبقى ما يجيني سؤال الهايبر برولاكتنينيما هتكلم الهم ايه ؟ يا بتيوتري تيومر يا تيومر ضرب الوصلة يستوق بتيوتري ستوق ادي السببين طب كم ظاهرة احب نظام اوي تقسمها الفيميل ميل بوثيكسس الفيميل من دي وان هتعرف ان عندها هايبر برولاكتنينيما عندها قد اصغار جالكتورية زاد افراز الميل وقفت يساعد الرائعة ويمنع الحمل يبقى جالكتورية وامينورية جالكتورية في لبن كتير ووقفت المستووش امينورية من دي وان عرفت ان عندها زيادة في البروكتنين بنت مش حامل صدرها بقى في لبن ومفيش حيط وده واحد من اسباب العكمة في الفيميل الهايبر براتنيم انما الميل قولنا مش عارف غلما يتجاوز صدره كبر شوية لانه مش مستعدة فيش ميكسكريش جاينيكوماستيا وقوب عن جولاتروفين نقصة يعرف ازاي دي لما لها نفسه ما بيخلفش انفرتيليتي طب في بوث تيكسز لص ام ليبيدو نعص الرغبة يبقى توكوزيس وثري مانفستيش طب والعلاج اهم كلمة فين بقى افتحوا انها دوبامين اا جو نست اا جو نست اا جو نست نوت انتا جو نست انت تشجع عشان يوقف البرو داكتن دا البروكتن كمان بغي ان يفهم يا اولاد وإلا فلا اقلب الصفحة الفضلية او نيجي المرض دا نظر ان هم اسأل في ليه لانه ممكن بدل ما اجسألك في البيتيوتري ونقعد نضاع وقت اجيب لك المرض دا لا يمكن هتعرف تكتبه الا ازا كنت تفهم كل وضائف البيتيوتري حرف ليه لان المرض دا اسمه اسمه ناخدها بالاخر الاول احنا قلنا هم بيفكروا من الشمال اليمين عاوز تفهم اي حاجة اقراها بالعكس من اليمين للشمال احنا مخينا بمين احنا اهل اليمين ازم يعني اعلمتها لكم مرة احب الترمينولوجيا قوي قوي معناها مرض مرض نقص البيتيوتر السر في كلمة ايه بقى بان بان معناها حاجة من اثنين يعني شمل كل بيتيوتري او اكستيندد اكستيندد يعني ممتد او اكستيندد بان في مستصении كل بيتيوتري او اصطع فعشان كده ده ده مره مهم جدا لانك لا يمكن هتعرف تكتبه مظبوط إلا زا كنت فاهم بيثيوتري نيجي الاول نتكلم على الكوز او الكوز والمانفستيشن الظواهر الكوز يا اما البيثيوتري عشان تشتغل لازم تأتمر بالهايبوثالامس يبقى ليجم في البيثيوتري او هيبوثالامس ده حاجة مهم جدا للطالب اللي فاهم بيثيوتري بتأتمر بالهايبوثالامس يبقى إما بيثيوتري وهايبوثالامس مرضى تيومور في بقى حاجة مهم جدا 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 اسمها يا أولاد شيهان سندروم لا شيهان شيهان سندروم شيهان سندروم شيهان سندروم شيهان سندروم ده ليه اسم تاني بيسموه بوست بارتام بيتيوتري جلاند نكروجيس يعني بوست بارتام يعني حصل سببه سيفير بوست بارتام هاموريج يعني نزيف حاد سيفير هاموريج بوست بارتام يعني بعد الولادة بعد الولادة يبقى ده ده مرض خاص بالفيميل اني فيميل ولدت حصلها نزيف حاد بعد الولادة فاتدمرت البيتيوتري فعشكده حتى يسموها بوست بارتام يعني بعد الولادة بيتيوتري جلاند نكروزيس يعني ماته ليه بسبب انه حصلها سيفير بوست بارتام هاموريج اللي تكلم على المرض ده راجل اسمه هارولد ليمينج شيهان وكان ده سنة 1937 هنا لازم نقول الكلام ده وإلا مشونا فورا وإلا الناس دي تعبت ليه واتشفت اللي عشان يخلد اسموها في المحافل الطبية فلما كانش يتقال في الجامعة مال الفين ما احنا عندنا كتاب ده انا عارز اقول هم ما بيقولوهاش لسبب اخر عشان ما هنش حد خلينا اقول ليه سبب ليه اعلام ولا الله ليه ما بيقولوش الكلام ده ما بيش ضروري اقول ليه بالزبط يعني ليه سبب ليه اعلام ولا الله ليه ما بيك اي راس جايين نقره مع الطلبة فشيهان سندروم ده قلنا الراجل ده كان بريتش بافولوجيس بتاع بافولوجي بريطاني في سنة 37 اتكلم على الشيهان زيه لاحظ ايه الراجل ده افهم شمعنا ده بقت كاتيجروليها اسم ست بتولد بتولد بس دلوقتي اش معنى النزيف بتاع الولادة هو اللي يضمر بيتيوتري يا ولاد يعني ليه مش اي نزيف تالي ليه انا كراجل لو بيحصل لي نزيف ليه ما تتضمرش بيوتري شمعنا الست بعد الولادة مش حتى في اي وقت في حياتها بعد الولادة تتضمر بيتيوتري معلومة اول مرة تعرفها البيتيوتري في اثناء الحمل بتطلع بوظائف اكثر حتى يسموها بتيوتري اوف بريجنانسي يعني البيتيوتري بتاع الحمل يبقى حجم البيتيوتري في الفميل ده ضعف حجم البيتيوتري العادي يسموها بتيوتري اوف بريجنانسي يبقى ادام هي ضعف الحجم يبقى فكر يبقى محتاجة ضعف البلط يبقى هي اللي تتأثر اساسا بالنزيف لان هي عاوزة اكتر هي عاوزة ضعف وكمان نزيف فده يضمرها نوع واحد بس بالهيمورج هو اللي بيضمر اللي هو البوست بارتام هيمورج والسبب تاني بس يعني بنقوله الزملاء يسمعون ان لما بتقبل البتوتري في حاجتين بيأثروا في البلد سابلاي انها محتاجة ضعف لانها بقى تحجمها ضعف سموها البتوتري البتوتري في حاجة الحملة بتبقى ضعف الحاج ونبع اثنين بتضغط لما بتكبر بتضغط على البلد فيسل تضغط وبيبقى كينكد يعني ماتني فالبلد سابلاي بيبقى صعب يعني مشكلة معقدة من ناحيتين كبر البتوتري يخليها محتاجة لكمية اكتر كبر البتوتري يقل البلد سابلاي بتاعها وكمان نزيف تتضمر فيسموها بوست بارتام يعني عقب الولادة بوست بارتام بتيوتري جلان نيكروسيز او نسبة للشخص اللي وصفها شيهان سندروب اللي هو الراجل البريطاني بتاع الباثولوجي في سنة سبعة وثلاثين ده انت الوقتك انك بتحضر محاضرة فيه كانت بس بالعربي تبتدي بمالكي الشويس كل حاجة بتقالك مزبوط بفيه ما انتش جاي تقرأ مع المحاضر تقرأ مع المحاضر يقرأ بكه وعش كده بقول انا حريس ان انا اعمل الاشياء دي ونحطها على اليوتيوب عشان نثري المكتبة العربية بشرح عربي معتبر والسنة الجايزة كانت في العمر بقية بإذن الله طيب الراجل ده ايه فكر معايا لاحظ ايه ليه سمها باسمه لاحظ ايه ست بعد الولادة مفروض تعمل ايه تردع لما تضمرت البيتوتر ما فيش بولاكتن يبقى متردعش غريبة او الست ولدت والفيه بيبي وهو البيتوتر اللي تضمرت ما متردعش طب مفروض ما فيش رضاعة يبقى يبقى فيه 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 اللي بيوقف الجناد تروبين هو البيتوتر ما فيش بولاكتن ما فيش رضاعة مفروض بقى يحصل لها منستروايشن لان احنا قلنا البيتوتر بيعمل ايه بيساعد رضاعة ويمنع الحمد طب مفيش بولاكتن يبقى رضاعة وقفت ومفروض يبتدي بقى منستروايشن ويبقى حامل لاحظ حاجة في منتهى الغرابة غريب جدا ست بعد الولادة ما بتردعش يبقى مفيش بولاكتن طب مفروض ما فيش بولاكتن الجناد تروبين تطلع زي الفل يبقى المنستروايشن تشتغل للمنستروايشن ما بترجعش يبقى وجود الحاكتين دول ان عندها نوملكسيكريشن اللي هي اجليكتورية يسموها اى يعني لقى اجليكتورية مع امينورية اجليكتورية مع امينورية الفتكارهم اوه اجليكتورية مع امينورية هو ده ال شهانسندروم ما لا يعلم الزملاء يسمعوني في حالات كتيرة جدا ما بيحصلش الحاجات عادي بتردع لان ما بيحصلش تدمير كامل بتوتريبيا يعني بتتتدمر شوي شوية تبتدي الظواهر اللي هنقولها تظهر بعد سنة يعني في الشيهانز الشيهانز اللي حصلها سيبير مش معنى ان هي بعد النزيف الحاد مازال بتردع ووقف ان مجالها الشيهانز بتباني الاعراض ساعات بعد ده اللي بندرسه هنا محاضرات معتبرة مش بنقرأ مفيش كلام فارغ يبقى عندنا توكوز كوز عام لرجال او ستات ان يحصل بتيوتريك تيومر او ابتالامك تيومر او ليجانع وكوز خاص جدا لازم تقولوا اللي هتنقص اللي هو الشيهانز سندروم طب ايه الظواهر ما عشقت مثل عشقي للنظام ستة زواهر هقسمهم ثلاثة وثلاثة حتى بديك نقطة حمرة ونقطة زرقة ادي نقطة زرقة ادي نقطة زرقة ادي نقطة زرقة ادي ثلاثة نقطة خمرة هتب قوي النظام ساعات حتى الطالب يقول لي كده مش بس بنفتكر صوتك بنفتكر الرسومات بتقعد الرسمة اصدنا بنص ساعة لازم تتبت وقلت من فضلك اسمع محاضرات العبد الله مرتين مش مرة واحدة مرة واحدة لا تكفي خلاص انا مش مزاكر اتضمارت بتيوتري بالكامل في كم غده تحت تأثير الانتيوبيتوتري ثلاثة ثيرايد أدرينا الكورتكس أندجوناديس يبقى من غير مزاكرة انا جاوبت نص ظواهر البان هيكوهيتوتريزم بان بان يعني كل البيتوتري الانتيوبيتوتري تضمارت فالثلاث غدد اللي تحت امرتها بدورهم اللي تحت امرتها بدورهم مش هيشتغلوا يبقى العيام ده عنده ايه بقى هايبو ثيروديزم هايبو كورتيسيزم عنده هايبو جوناديزم هظلني فاهم ايه يعني مرض مرض نقص الثيرويد مرض نقص الكورتكس مرض نقص الجوناديس وتكتب كلمتين اللي ربنا يفتعليك بيهم طبعا احنا ما اخدناش الثلاث غدد ده ده الوقت الثيرويد اللي وظيفتها الوحيدة انها تطلح حرارة اكتر غده بتستميليات الميتابوليزم هي الثيرويد بقول كان فيه اغنية هابطة لرحمه الله حسن الاصمر ولعها ولع شعليلها شعلي كل مرة يغني الاغنية دي اقول بيغني للثيرويد فاكر الثيروكسن كان هو الهرمون الوحيلي اللي عنده سؤال المسكيو اهو نيوكليا ريسيبتورس عشان كده اقوى من الاستيرويد بيزود اكتر بيعمل ثانسيز هو ثانسيز لاكتر من ميت انزايم بيزود الميتابوليزم من الهبل بعد اعتذار البيزا يبقى لما يبقى الثيرويد مش شغالة يبقى انت طفية الدفاية بتاعت الجسم اللي بتزود الميتابوليزم متطلح حرارة يبقى العهن ده عنده ميتابوليزم متطلح لا يحتمل البرد وبعدين العهن يبقى سائع يبقى حتى البيزود عنده قليلة فيجيله امساك طب العهن سائع يبقى الهارت ريت والأرتيري البلود سيقال له هيقل له وبعدين ما بيحرقش يبقى يحصل له ويت جين وهيرلوس يعني يكتسب وزن ويفقد شعر بيه اشهر ستة حاجات ستحصل له حتى ورت هلك بطريقة سهلة كل اتنين مع بعض تاخدوا مع بعض مش عاوز ارجع الفيديو عشان نقدر نمشي حطها طب نجي نمرة اتنين الكورتكس هيبقى عنده هايبو كورتيسيزم ايزم يعني يا ولاد انا سامعكم يعني مرض نقص الكورتكس هيبقى عنده فاتيج ده حاجة اسمها انا اخد اسمها اديسون ديزيز مش اديسون اديسون ده بتاع المصباح وابقى احكي قصة اديسون و اديسون في اوانيها ده مجل الكورتكس وعملت تعليق حلقة مع الزميلة اليوم تلميذة الامس الدكتورة مهرة دميس وهي من اشهر ناس في التغذية واستدعتني في 25 حلقة تقريبا واحدة فيما عملناها على الكورتكس تقدر حططها على الفيسبوك استنى ما نيجي الكورتكس باسمع الحلقة المهم بيبقى نقص الكورتكس ويجب ان اديسون متى اديسون تقريبا اكتشف العمل الانسباح والكهرباء فيبقى العام عنده فاتيك وانيمية حتى تحفظه مع بعض ودكريسد ريزيستان توسترس لان اهم هرمون ضد السترس هو الكورتزون حتى تقريبا نقص الكورتكس من الكورتكس في السمون الكورتزون يبقى عن تعبان وانيميك واثنين هايبو هايبوغلاسيميا نقص في الجلوكوز وهايبوناتريميا نقص في السوديو طب نيجي الهايبوغناديزم انا اريد ان تقول لك حاجة انت حتى لو كتبت العلاوين بس احنا مش مهم التفصيلات تفصيلات دي الاوائل لو العلاوين بس تصفيشها بقرؤس هايبوغناديزم جناب مش شغالة يبقى عندك انفرتيلتي يعني عدم خصوبة لصف الليبيدو اللي هي الرغبة يبقى مفيش رغبة جنسية وفي الستات تخيل بقى الست الستة دي موقفة بيبان اكتر يبقى يوقف الدورة يبقى امينوريا اوليجومنوريا يعني يا اما توقف الدورة تماما يا اما الدورة عليها وعلى فكرة كلمة اهمينوريا اوليجو النمرة ليس على التفصيلات يا شباب النمرة التي تكتب لطالب فاهم أن pan-hypopiturism يعني كل البيتوتري توقفت يبقى الثلاث غدر اللي تحت إمرتها توقفه اللي هو hypothyroidism, hypocorticism, hypogonadism وللأوائل تفتكر شيئا منه يبقى دول ثلاثة ما يصحش ننساه ثلاثة التانين بقى نفكر فيه ثلاثة التضمارت لا يوجد growth hormone خلاص؟ لا أريد أن أعبط لا أقول أنه سيأسف لأنه ليس سوستة هو طول سيحصل مهمين جدا بحرف الاس لا تنسوه الشميع حيات senility شيخوخة مبكرة سريعة rapidly developing يعني سريعة premature يعني قبل المعادها senility سينيليتي رهيبة أنا فاكر اشتغلت ناقب في القصر العيني دخل علينا عيام فأنا الاحترامة ليه راجل سنان واقع عنده loss of teeth gray hair شعره شايب rinkled skin أنا بوصف لك اهو وصف العيان يعني بقوله ده مش بوصف المريج اللي شفته بوصف لك المرض loss of teeth فقدان الاسنان gray hair شعر شايب rinkled teeth المسل الماس بتاعته قليلة يعني العضلات قليلة فأنا بقوله عندك كم سنه عمي عمي بقى مراجل كبير قال لي عندي مش عاف ستة عشرين ولا سبع عشرين سنة تظهر بيض ده ما ينفعش غير pan hypopetitrism هي اللي تدي لها هي اللي تدي شخص واحد في العقد الثالث يبدو انه في العقد الثابع rapid developing premature senility لانه gross hormone anabolic anabolic مفيش تعجز بسرعة وقبل المعاد الاهم منها بقى دي ما تهمناش احنا كطباء دي المهمة انه gross hormone anti insulin لما تشيل gross hormone وكل الهرمونات الثانية اللي قلنا كل الهرمونات ضد الانسل انسل زي الفريك الواحده والباقي كله ضد الانسل يبقى العين عنده increase sensitivity to insulin خالي انت شيلت كل ضداء الانسل قلت الانسل لوحده والباقيين في الكافة انت شيلت معظم اللي في الكافة التانية يبقى لازم عنده زيادة في sensitivity to insulin هتقول لي هنا بتدرسوها ازاي وليه مش جيل نقرة زي هناك الناس تحب تقرأ كتاتيب فاتحين كتاتيب عين عنده pituitary tumor حل فاحنا نعلمه ازاي هنشل له pituitary يعني احنا احنا هنعمله pan hypopytutriism مرغم من اخاك البطل هيموت من ورن في المخت في ال pituitary احنا لازم نشيل ورن بال pituitary احنا هنعمله pan hypopytutriism الآن ده عنده سكر حلم مقرر لي عشرين واحدة سكر عشرين واحدة انسولين اثر 20 unit اما ما شيري كل عضو ضائع الانسول يبقى حساسيته للانسول ان يحصلها ايه هتزيد يبقى فيه increased sensitivity to insulin يبقى عنده حساسية جمدة جدا الانسول يبقى لازم جرعة الانسول اثناء العملية وبعد العملية تعمل لها ايه تقليلها وإلا حساسيته الانسول زادت الجرعة اللي كانت بتعمل تأثير معينة هتعمل تأثير مضاعف هتدخله في سيفير هايبوبليسيميا واقول لك حاجة خدها من العبد الله عمر عنده ما هيفوق من البنك لو ما خدش فلك النقطة دي يعني بص اهيه قبلا قبلا ان اي عائل هتشله البيتوتري هعمله انا وكان عنده سكر لازم اقلل جرعة الانسول لان انا شلته كل اضضاء الانسول حساسيته الانسول زادت فلو خد نفس الجرعة هيجله سيفير هايبوبليسيميا وقومه وعمره ما هيفوق منها برين دامج عاطولي فيش اظهار هذه ازاي بندرس هنا اذا عاوز تعرف مش بالنقرأ للبعلومات بالموضوع مش الدكتور ناجب ينظم ثلاثة باللازرة وثلاثة باللعدة دي فوق البيع عندما البيع فيه موفق معنق ومحضرات بحقه حقيقي عشان كده مش حطلنا يعني مزعل مش ضمن قائمة خمسمائة جامعة حرام يعني حرام يعني بلادنا اللي لها باع وحضارات مش ضمن خمسمائة جامعة نظام التعليم لابد يتحور زيان بقول أنا نفسي بص الزملاء الأكبر سنا يعني مقدارش اكلمهم الزملاء الأصغر سنا يعني بقولهم الآتي ما بتتابعوا اسلوب العبد الله ما رأيكوا ان تبتدوا انتم بداية جديدة في محاضراتكم الناس المدرسين والمساعدين والمساعدين والمؤسات زي البوداد وكلهم درستك يعني كثيرا منهم ما رأيكوا تعملوا المحاضرة بالطريقة دي ادخلوا كده ملتكو متحانا امسكيو وجاوبه اعتبر عاوزة التسكشن هاتوا الترمينولوجي معاني الكلمات هاتوا الفهم العميق في الموضوع عشان تبقى المحاضرات كده ستحضرها انا فاكر هنا كنت بدي محاضرة فمرة لا انسى طالبة رفعت ايدها فانا فاكر انها بتعترض يعني على حاجة عسألني في حاجة فمن كتر الزحمة في المحاضرة هم من الزحمة اوي هنا ميات بس زحمة بالنسبة لهم قالت لي بروفاسور ديس is a fire hazard يعني افرد قامت حريقة هنلحق لفضي المدرج ده ازاي هو انت زحمه كده يعني قاعدت تفكر ايه الراجل ده زحمة تانية عشان نقول كلام معتبر كنت مسعد لما يقوله مش اسمي معرفوش اسمي صعب عليه يعني بحس كده ان انا يعني سافير لبلادي ودي احلى حاجة مش مهم يعني الزاد كده تنزل وتطفو الوطن طيب يبقى في الجراث هرمون نقصه هيعمل حاجتين بحرف الاس قوة تنسوهم ياولاد سينيليتي وانكريز سينيستيويتي تو انسوني نيجي الاس تي اتش بقى خد بقى لك الاس تي اتش رما نقص هنا عمل هيبو كورتيسيزم لكن عمله هنا حاجة تانية البيتيوتر ياولاد فيها انترميديا تلوب هنا في الحيوانات مش عندنا احنا ما بين الانتيرو فصيرو احنا عندنا روديمنتري بيطلع ميلانوسايت استيميلاتين جرمون هو اللي بيعمل تانية البيجمنتي هيقط الأساسي PIGMENETI yausate그라x طب في الانسان ما فيش انترميدة لوغ بيعمل ميلانوسائت ستي قنقر من يقوم مقام الميلانوسايت ستي قنقر seidية اج انوا عندو بيطا ميلانوسايت ستي ب OK يتعامل متى شخص كورتي ستتوع بيعمل أنت السي قنقر Tenemos Salado بالور شحوب انا عاود اعقب هنا. بالور مش طبيعي. شحوب يقول لك ايه؟ بالور از هول مارك انبان هايبوبوتريزم. علامة مميزة في البان هايبوبوتريزم. بمعنى هحكي لكم قصة في عجالة. ما كنا في الاصر العيني ندخل الورد يعني القاعات بالليل. شفوا العينين مين تعبان مين مش تعبان. مات في سريلو. يعني لو في عين هم لايمين معظمه. ازاي بنعرف ده ده مات ده مات. شحوب لا يمكن تخطئه. شخص لما بيموت يحصل له شحوب موت. عارف مين العين اللي هتفكره مات وهو لسه عايش. عشان دي قلت القصة عشان ما تنساش. البان هايبوبوتريزم. هو لسه عايش. بس عنده شحوب كأنه ميت. عشان كده قاله انه بالورد يزا هول مارك علامة مميزة في البان هايبوبوتريزم. تبقى فاكرة مش مجرب بنقره بالورد. بالور دي علامة مميزة. نيجي تالت نقطة بقى البادي ويت. غلطة مشهورة. حتى المستير ناس تسأله لما العين عنده بان هايبوبوتريزم. يحصل ايه؟ يقول لك البادي ويت هيقل. لا لا غلط. اللي هيقل المسل ماس. لكن البادي ويت احنا ما بندخن اساسا بندخن عضلات ولا فات. بندخن عقفات. البادي ويت هيبقى عنده زيادة. ليه بقى؟ لان انت مين الهرمون الوحيد اللي بيعمل وانت شرته كل يبيا عمل الكربوليتة وفات زي الفريق ما يحب الشريق. هو الوحيد اللي بيوطي القروكوز اللي بقين كلهم يزودوا. هو الوحيد اللي بيعمل ليبوجينس بقيين كلهم يعملوا لايبوليزم. عندك شلطهم كلهم والانسون موجود. بانكلية زي الهرمون. يبقى ما فيش لايبوليزم. وبالعكس فيه ليبوجينس. كالبادي ويت يزيد. يقول لك حتى يعني شكله متختخ بس البادي مسئولية البادي مسئولية لانه مفيش بورتين انابوليزم يبقى مش ايه عبرت الويت بزيد بلا غلطش خلوا بالكم احطة هنا مهمة جدا لو كان السبب احنا قلنا ضمن الاسباب في هايكوثالامك ليجان فلو كان السبب ليجان في هايكوثالامس فالبتوتري مش هتشتغل انها بتشتغل تحت امرت لايبثالامس لكن الليجان ده خد الميديان اميننس اللي بتشغل البتوتري وخد ضمن ما اخذ الفيدنج سنتر وهم جانبوا بعض مركز تغزية يعني الليجان في لايبثالامس خد الميديان اميننس الباوز بتوتري وفوق البيعة الليجان امتد خد الفيدنج سنتر يبقى دي الحالة الوحيد اللي هيسموها في هذه الحالة يا شباب بتيوتري كاشيكسيا يعني لو لقيت عين عنده مخاسس جدا جدا دي حاجة مش طبيعية لان المفروض واسبه يبقى زايد يبقى ده عنده بتيوتري كاشيكسيا مين اللي اكتشف دي بقى راجل اسمه موريس سيمونز موريس سيمونز او سيمونز في 1914 في سنة 1914 وده راجل جيرمان باثولوجيس ان فيزيشان يعني بيشتغل كامب باثولوجي ويشتغل طبيق في نفس الوقت في ألمانيا في سنة 1914 هو اللي لاحظ ان بعض عيانين على عكس العادة على عكس المفروض الويد بتاعه ولاي جدا فابتده يفكر ليه ما عنده مفيش مفروض يبقى دخان ان اللي جم في الهايبوثالماس خد الفيدينج سيمونز فسموها سيمونز ديزيز نسبة الى موريس سيمونز في 1914 امت تسمع محاضرة يلقيها العبد الله هنا بس بتسمعها بالعربية حتى نثري اليوتيوب اتمنى تبقوا بتستفاد يبقى لو جالك البان هيبوثالماس هتشرحه توكوزيس في كوز عام بتيوتراميكليجان وكوز خاص بالستات وشرحته لك اللي هو الشيهانس ندروم بسبب سبير بوست بارتام هاموريج هاموريج بعد الولادة يبقى توكوزيس وسيكس مانيفستيشن ثلاث غدد وتشحها هايبوثيروديزم هايبوكرتسيزم هايبوغوناديزم وبعد ثلاثة تنين ببره الثلاث غدد الجروث هرمون نقص ويعمل ايه ما تقولش الوارفبيزي مش عاوزه عبط بتستسته وخلاص كده تقول سينيتي و سنستيبتي الإنسول افتكر سينيتي و زيادة سنستيبتي الإنسول سينيتي و زيادة سنستيبتي الإنسول دي اهم سؤال بيجي في الامس كيو هل يبقى لك سؤال لازم تخفض جرعة الإنسول ولا العين يحصل له سبير هايبوغلاسيميا ويدخل في كومه ما يتوفه الله بلور وبعلمه نقش على البادي ويت ايه المفروض في البادي ويت مفروض المسل ماستقل بس البادي ويت يزيد ان ما فيش ليبوليسيس وبالعكس في الإنسول لو قال البادي ويت يسموها نسبة الى الراجل يسموها سيمونزيزيس بلاقي فيه كتبنا يكتبوا الاسماء وبدون قصة بدون ما ما يحكوا ايه القصة ايه اللي استرع انتباهه ومين استرع انتباهه لابد من تطوير منظومة التعليم وزيان بقول استطيع ان انصح الناس اللي هي درجتهم فيهم الان محاضرات يا جماعة انتم تجذليد خدوا انتم مش على الحضارة ورجعونا تاني في الوضع الذي نستحقه نحن كنا بنات الاهراب طيب اتمنى تكونوا استفدتوا اقلب الصفحة من فضلك ندخل لغدة الاسهال وهي البوستير بتيوتين الهرمونات بتاعتها هي دي الغدة الوحيدة اللي هي تتميز فاكر الجملة بانها تخزن ولا تصنع واستعملاش التو هرمونت بتعاملو لها في ال favored associative لأن الهرمونات بتاعيتها بتعاملو في الهرموناتها في الهيبوثالامس فسموها الـ Neurohypophysis بينما الـ Anterior Thutery ليس سموها Adenohypophysis Adeno يعني غدة لأنها غدة فعلا بتعاملو هرموناتها لبقى الـ Anterior غدة Adenohypophysis لما دول بيتعاملو لها في الـ Hypothalamus فسموها الـ Neurohypophysis بتطلع 2 هرمونات احنا قلنا في الـ Anterior Thutery 6 هنا 2 هرمونات Antidiretic هرمون اللي هو ضد إضرار البول هرمون اللي ضد الإضرار أو يسموه Vasopressin لأنه بيعمل Vasoculistiction فيسموه Antidiretic أو Vasopressin اللي يسمين بنفس الشهرة وهرمون تاني اسمه Oxytocin Oxytocin يعني Accelerating Labor التروتين اللي بيسرع الولادة Accelerating Labor بتاع الولادة طيب نيجي بقى فيه معلومات مشتركة عاوز أخدها عنهم هما الاثنين دلوقتي تعال نشوف Oxytocin والADH كل معلومة من ديس وقال MSQ تقال نشوف الادH بتعمل في نيوكليس فوق الأوبتك كازمة يسموها Supra-Optic Nucleal أو نيوكليس بينما الأكسي توسين بتعمل في نيوكليس جنب الثيرد فنتكل انت عارف المخ عشان ما بقاش تقيل فربنا عمل فيه أربع فراغات فور فنتريكيل عشان يبقى خفيف شوية المخ خلاص بقاش مخك مخ صعيدي عبد الله صعيدي عشان محدش من الصعيدة يزعله خلاص فبتعمل جنب الثيرد فنتكل فسموا نيوكليس بارا يعني جنب بارالل بارا فنتريكولر نيوكليال أنا بصبقى الأواعي الكاتب مين لإن يعني الادH بتعمل في التون نيوكليال معظمه في السوبر أوبتك للأواعي الاكسي توسين في التون نيوكليال معظمه في البارا فنتريكولر هذا أشهر سؤال في MSQ انك تقول ان البستيروبيتيوتري هرمون لا تصنع الهرمونين بتاعتها انما يتصنع لها في السوبر أوبتك أو البرامنتيكولر الادH ميني في السوبر أوبتك الأكسي توسين ميني في البرامنتيكولر ثانية معلومة قلنا البيتيوتري والبراثيرويد والبانكرياس بحر في البي الهرمونات بحر في البي تمام هما التون هرمون بتاعتها بيبقوا نونا بيبتايت ما انا علمتك ان البيبتايت من اثنين لخمسين في الاغلب الاتفاق من المعظم الناس هنسميها بيبتايت فده نونا بيبتايت عن تسعة مينو أسس وانا في فاق المعرمات العامة وتقدر ترجع على صفحتي على الفيسبوك كتبت قصة التقويم الميلادي ازاي انت عارف نونا يعني تسعة ما خدش بقلك ان الشهر اللي احنا فيه نوفمبر يعني الشهر التاسع نونا نوفمبر بينا ما احنا في شهر الحداشر وحكيت القصة ليه لا عاوز تقراها قلت ان جه يوليوس وقال انا عاوز لي شهر الوحدي في التقويم شهر يوليا يوليوس قيسر جه اغوستينوس انا عاوز لي شهر انا كمان فعمله شهر اغوستوس حتى لو لاحظت ان يوليوس الشهر بتاع واحد تأتيين يوم اغوستينوس مش اقل منه عشان كده اغوستوس برضو واحد تأتيين يوم دول الشهران المتعاقبان الشهرين دول الشهرين المتعاقبين اللي هم فيهم واحد تأتيين يوم فطبعا تم الشهور اللي بعدها بقى اتزاحت شهرين فبقى سبت اللي هو سبتمبر مش كده سبت يعني سبعة بينما هو الشهر التاسع اوكت يعني عشرة اكتوبر بينما هو الشهر اوكت عن تمانية بينما هو الشهر العاشر نونة يعني تسعة بينما هو الشهر الحداشر يبقى بسبب اقحام يوليوس واغوستينوس لنفسهم في التقويم الميلادي اولا بقى الشهر بتاعه وهم اتنين زباعد مش اقل من بعض ده واحد تأتيين يوم ده واحد تأتيين يوم ثم تم ازاحت بقى سبت في اللغة يعني سبعة سبتمبر يعني الشهر السابع بقى التاسع اوكت يعني تامن بقى الشهر العاشر نونة يعني تسعة بقى الشهر الحداشر وبعندي سنبردكة يعني العاشر بقى الاثناشر كانت هذه فقرة المعلومات العامة ياولاد احب اقوي المعلومات العامة اعشقها ما يمكنش انك تبقى متميز في حاجة ومش متميز في الباقي مفيش كده في الدولة زي انا بقولي الشخص اللي يقولك انا طالب بفاهمش بس زميل فاضل لا افهم مادتي بس السيخ ده ميفهمش حاجة ولا يصلف نورمال بيرسون انا بقول اوصاف النورمال بيرسون في محاضرات السايكولوجي بإذن الله اولهم مالتبال انترس لو معندكش مالتبال انترس تفهم في حاجة واحدة بس انت لا تفهم في شيء عشان كده هنا بيدرسوا في حاجة اسمها ميجور وحاجة اسمها مائمور مفيش حاجة اسمها تدرس ميجور وحاجة معانا ومتعرفش حاجة على الباقي لازم هنا كده ده نظام التعليم الناجع حاول يعمله رحمه الله الاستاذ دكتور صالح مدير بس يعني لم يفلح كان عميدا لكل الطب مهم يبقى هما حكينا قصة دي عشان تفتكر ايه انهما الاثنين هنا بيبطايد وعليه تفتكر ايه انهم سيميلر انستراكش وعليه اللي مش هيقوله لك عندك في المحاولات انهما سيميلر ان فانش ايه يعني الاكستوسين عن دويك ادي اتش لايك اكشن والادي اتش عن دويك اكستوسي لايك اكشن اسمها تقول هاجة بس تبقى عارفة يبقى اول معلومة ده طالع من السوبر اوبتيك وده طالع من تاني معلومة في الامسكيو دي اهم معلومة في الامسكيو بانكرياس وباراثيرون ما حيب بازلا فاكر الحاجات اللي حطيتها القواعد اللطيفة دي وقلت لك يعني اسمه يعني ايه بيبطايد من اثنين لخمسين دول تسح يبقى بيبطايد مش بولي بيبطايد بولي بيبطايد اكتر من خمسين بس يعني سبحة كده او سلسلة مستقيمة لما تبقى فولدد او كذا بيبطايد على بعد نسميها بروتين ده الاتفاق بتاع معظم وليس كل الناس نحن نتعلم هينزلوا ازاي بقى طب هنا بتعمله في نيرون نيرون يعني سلس نيرف سلس يبقى ينزلوا مع الاكسون بتاعها قوة الاكسون في حاجة اسمها الاكسون بلازم مجموعة اكسونز بره يعني مجموعة نيرف فيبرز بره نسميها فيبرز نسميها نيرف اسف نيرف انما مجموعة نيرف فيبر جوة سين اسي سموها تراك قاعدة يتعلمها مجموعة اكسون نيرف فيبر ماشي بره تبقى نيرف مجموعة اكسون جوة يسموها تراك طب تراك يوصلوا الهايبوثالمس بالهايبوثيس تصير بتويتر تصنعون لها في الهايبوثالمس لها جزء من نيرف السيستم لكي سموها نيرو هايبوثيس تبقى فهم كل حاجة تقليل مجموعة حيث افصلت من المنزل وتقليل تقليل من المنزل ـ تصنعون يطلعوا بعملية اسمها إجزو سايتوز. يبقى سكرية تلك كلمات. أكشم وفوتنشل يفتح بولتج جيت الكالسام تشانيل وطلعهم بالإجزو سايتوز. يطلعهم مع مين بقى؟ هم كانوا جزء من بروتين كبير. الـ ADH مع نيروفيزين 2. طبعا لاحظ كلمة نيروفيزين يعني البروتين تابع نيروهايبوفيزز. يسمونه نيروفيزين من كلمة نيروهايبوفيز لها الغودة. 2 والأكس توسين يطلع مع نيروفيزين 1. يبقى ده مع 1 وده مع 2. عشان ما تلغبطهم مش انا بساعدك بحاجة صغيرة. الـ ADH بتاع المية. فاكر كنت حضر فيلم اللي هو بتاع فتاح الإسري. وعجب اسمعين يا سين بتاع نورماندي 2. كان ليه حتى طريقة كده في نطقها. نورماندي 2. فأنا بقول الـ ADH بتاع المية كل حاجة فيه لاحظ ان هو هدبع 2. بيطلع مع نيروفيزين 2. بيشتغل على فازو بريسين ريسبتور رقم 2. بيحط قنال امتصاص المية اسمها اكوا بورين 2. حلوة؟ عشان تفتكرها هو. تقول العبد لا الهالي بطريقة سهلة. يبقى الـ ADH بتاع المية فتكر نورماندي 2. بيطلع مع نيروفيزين 2. بيشتغل على فازو بريسين 2. ما يحطوا ريسبتور. وبعد يحط تشانل اسمها اكوا بورين 2. يبقى الاكسروسين هو اللي مع نيروفيزين 1. أنا تمالي بأسأل نفسي سؤال. هو ليه ربنا. خلاهم يتعملوا في البثالة مصر و يختزم في البستيرو بيوتري. مع ان المسافة دي سنتي كان ممكن ان يرون بأكماله يبقى جوه البستيرو بتويتري. ما فيش مشكلة. يعني يتعملوا و يخزنوا في نفس النوع. لان التو هرمونز دول حقيقة الامر بيشتغل ككيميكال ترانسميترز. والجزء اللي نزل و اختزن هنا و بقى سيكريتيد في البلاب بيشتغل كهرمونز. يعني هم حقيقة الامر كيميكال ترانسميترز ده اللي هزبتولك حتى من الحاجات الزيادة اللي مش عليك. و كهرمونز هم علينا هنا كهرمونز اساسا معظم الكلام. لكن في عجالة هقولك ازاي هما بيشتغلوا ككيميكال ترانسميتر. هذه المعلومات يتعاملون فين؟ ميلي في السوبرا اوبتيكال هنا في البرابنتيكال. تركبهم ايه؟ نونة و حكيت قصة شهر النوفمبر شهر التاسع بسبب يوليوس واغوستينوس بقى الشهر الحداشر. وبقى ديسمبر اللي هو ديكا يعني عشرة بقى الاثناشر. وقابليهم اوكت يعني تمانية بقى الشهر العاشر. وسبت يعني سبعة بقى التاسع سبتمبر معلومة حلوة. عاوز تعرف التقويم الميليات عمل ازاي؟ ارجع على صفحتي في الفيسبوك تتعرى كلام محترم. ونشرطها مقالة على فكرة هنا. تماني انا بكتب الفيسبوك كعبارة عن راف كوبي بعدين بنشرها في الجراءات العربية. عندي مقالة ثابتة. بحيك بقى الواحد كده عنده اطلاع ومعلومات وينديها الاخرين. مش يبقى محدود الافق. الامم بتبنى برجاليها كده بناس عندها افق متاسع. مش تمر فيها الحضارات برطامة. يبقى شفتوا النظام. اتعمل فين وتركيب النونة الطايم نزل عن طريق التراك. هي بطريقة في الفيزياء التراك. تطلع بأكشن وتنتشا كي ميكا ترانسميتر. هو في الأصل كيميكا ترانسميتر. يبقى اكشن وتنتشا كالسان إكساتوز. بس دخل بلاطفعة برضا هرمون. وفهمت ليه طالع مع نيروفوزين 2 ونيروفوزين 1؟ كل هذه السلائلة مسكورة. عشان اي هرمون بروتين بتعمل كبري برو ثم برو ثم الهرمون. هنتكلم عنها بالتفصيل في الانسوين بزن الله في اخر مخاطرة. انا عاوز ابدأ بالصغير الاوكستوسين. تعال ان نغير كده من حقيقينا نعمل اللي احنا عاوزين. ابتدي بالاوكستوسين. اللي هو اكسلريتنج لابر. او في عجلة تاني كاتب المعلومات الخاصة بتاعتهم. انه بتعمل ميني في البرابنتريكور. اللي هو جنب الفراغ في الموقع. اللي هو الثرابنتريكور. وتركيبه اللي هو بيبتايت. ينزل عن طريقة هبثالاموهاب في فيزياء التراك. يختزم في البوستيربتيوتري. ورليست بأكشام تنشيل كالسام اكسلتوزيس مع نيروفيزين 1. نجي الاكشن. الاكشن. دي ثلاثة اكشن الأساسيين. هو اسمه اكسيتوزي. يعني. اكسلريتنج ليبر. بسر على الولادة. تمام؟ هؤلاء مش دا الموست امبورتان فانكشن. تصور لو بدأت بيه غلط. اهم موظيفة ليه باعليه. افهم. لان فيه هرمونات كثيرة بتعمل كونتراكشن في اليوترس. وتعمل ولاده. انما هو متفرد لوحده. فيه اكشن بيعمله لوحده. ومش موجود مش هيحصل. عشان كده بقول ياولاد. مش بس كم المعلومات مهمة. ترتيب المعلومات ايكوال امبورتان. اهم موظيفة اللي ما بيعملهاش غيره. اللي لو مش موجود مش هتحصل. اللي هي الملك ايجيكشن. والتعبير الاصح هو بيعملش ايجيكشن. بعملش الست هو ايه اعلى كده لو طلع اكستوسن. زي بصرحيه انا هايس واخويا لايس. بتاع تساميل غانب يروح تطلع. هما فاجئنا ان نطلع ملك كده من سيدرون مكلاب الست. هذا الملك ايجيكشن. فيش كده. هو بيعصر ال. تتطلع ميك و ابيثيليال سيلز. اللي حوالي الالبيولاي. فيعصره في الملك يقرب من نيبل. فسهل البيبي ياخده بالساكلين. با التعبير الاصح. ميك لات داوني يعني، هذا ميك داوني. قربه من نيبل. عشان البيبي يعرف يرضى. عن طريق ميك البيبي يكونطير من الازحيال. ثاني وظيفة في الليبا. واسموه وحسنوطن. يعني تحب الترميناولوجيا. إنه يقبل الرحم في البيبي ينزل. وطبعاً عندما يقبل الرحم في البيبي ينزل. ثالثة وظيفة. هنا بقى شيء رائع. يعني في أثناء sexual intercourse بيطلع الاكستوسين في الميل وفي الفيميل. عشان بقى يوريك إن فيه قوة عاقلة فوق بتنظم الأشياء. ده دي حاجة من الحاجات الرائعة. اللي هو الهارموني نفس الهرمون بس في شخصين. ذكر وأنثى في لحظة الشبق الأرجاز اللي يطلع عندهم الاكستوسين في عمل ايه؟ في الميل يساعد الايجاكوليشن. يطلع الايجاكوليشن من التستكل والإبيديديمس. ما احنا عارفين مين كان بيطلعهم بعد كده بقى السمنال الفيسكل والبروستيت كان السيمباتاتيك. طيب بس مين يحط الإفرازات دي في الايجاكوليات ويضاكتوا في السمنال الفيسكل والبروستيت. يساعد الايجاكوليشن من التستكل والإبيديديمس. ترى الدقة الأوائل. ليس من السمنال الفيسكل والبروستيت والبروستيت. يساعد الايجاكوليشن من التستكل والبروستيت 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 والبروستيت. نحن نقبض ينقبض وينبسط ينقبض وينبسط ينقبض وينبسط. فكريات نجاتي تشفت السمن. لأننا عاوزين هودي السپيرم ده الإخصاب بيحدث في الفالوبيان تيوب في الأمبولة في انتفاخ في الفالوبيان تيوب. حتى تمال يقولها السلوب ساخر بس عشان تفتكروها فعل فاضح في ميدان عام. فالحطة التي يحدث فيها التقاء السپيرم مع الوفن ليس في الفالوبيان تيوب في ميدان عام في الأمبولة يعني الاتساع لفالوبيان تيوب. يبقى احنا عاوزين هوصل بسرعة فده إيجاكوليت وده يشفت. شف الروعة يبقى ده يكون تركت التسكن والإبديديميس يساعد الإيجاكوليشن وفي نفس الوقت يكون تركت اليوتراسيكريت نيجاتيب بريشر يشفت السپيرم. شيء رائع. حسنا نشوف قلت لك اتفقنا يا أولاد الأول هحفظك الأكشن بتريقة تنسى. إن الأكشتوسن ترتيب الأكشن بتاعه عكس الزمن. يعني مفروض الأول يحصل جماعة ثم ولادة ثم رضاعة. هو في ترتيب الأهمية بالعكس. عكس الزمن. مهم أكثر حاجة للرضاعة ثم الولادة ثم الجماعة. حلوة كده يقول لا تذكرت. يبقى عكس الزمن. اكتبها لي حتى جنبك كده. أكستوس العكس الزمن. اللي هو الأول جماعة. مفروض وبعدين أولادة بعدين رضاعة. هو بالعكس. أهم حاجة في الرضاعة. تاني حاجة في الجماعة. ثاني حاجة في الأولادة أسف. وبعدين تالت حاجة في الجماعة. عكس الزمن. طب تعقلت لك ما ينفعش تكتب لي أكشن من غير ما تكتب لي يعني نبذة صغيرة على الميكانيزم أكشن. فأنت تسأل روحك. الأكستوسن من البوستيريور بيتيوتري. محل؟ بيتيوتري. بيتيوتري يعني يبقى تركيبه بيبتايد. يبقى ده على طول نون جينوميك اكشن. واحنا قلنا النون جينوميك اكشن بتحصل غالبا بواسطة فاكر ريسيبتور اللي هو السيربنتاين اللي هو الحية دي اللي عمل سبع لفات متصل بالجي بروتين فاكر اللي هو ثلاث قطع ويشغل حاجة من اربعة اهم اتنين نمرة واحد السايكليك ام بي ده الساكن ميسنجر والتاني واحد في الاهمية اللي هو داي اصايل جليسرول وانيجيتول ترايفوسفيت. يعني ان الناس فاهمة مش حافظة يبقى كونيه يبقى هيدروفليك لايبوفوبيك ما هتقولش فاكله بوالخليه يبقى ما فيش جينوميك يبقى ده نان جينوميك على طوله ادم بي بطايد كل البروتينياب بتضوب في الماية هيدروفليك لايبوفوبيك قواعد في المسQ قBu بناءه . ما يدخلشون الاخليه بقى يتنخف عن الانجينومgeois بشي يوصل لفضيلتك Gray فاكرة القاعدة الارساها العبد الله. قلت لك في الاغلب هيشتغل عن طريق مين؟ في الاغلب عن طريق نقوم في الاغلب. دول موقع في المنزل الموجود في ادريكات كالسيم ونحن نحتاج الكالسيم في شيئين. في الاجسوسيتو زرق مع الريليسينج فاكتور لهايبطارماس لما كانوا بيطلعوا البروتيوتري هرمونز اللي هما بروتين او بوليفيبطايدز بصح بيطلعوا بالإبسلاتوزيس فكنا بنشتغل بأسها الجسر والإنسلوتراف سفيد وثاني حاجة محتاجين فيها كالسام كونتراكشن ألم تلاحظ العرض الرائع للعبد الله أني رخصت لك الثلاثة أكشن في كلمة واحدة كونتراكشن 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 إن الميلك ليتداون ما هو إلا كونتراكشن بالماء إبسلال سلس الليبر ما هي إلا كونتراكشن هنا كونتراكشن وهنا كونتراكشن والكونتراكشن لن يحدث بدون كالسام يبقى الطالب فهم مش حافظ مش حافظ مش جايين نحفظ جايين نفهم يبقى لازم ونان جينوميك ما نختارش نختار القصة اللي فيها كالسام من ضايق سالجيسرول والإنيزيتول برايفوس فيك اللي بيجيب كالسام من موضوعين من ميتو كونتراكشن ومن اندو بلاسما كتيكولا هدي الفهم مش كايين نقراهم مع بعض لازم تبقى كده يبقى كونيه من البيتوتري بقى تركيبه يا غلايكو بروتين يا ميبتايد هو هنا اسمور مبتايد يبقى لانجينوميك في قصتين أساسياتين انسى الشرح بتاع الميكانيزب واكسان يا بي في الأغلب سوف أسايكل مبي إلا إذا إلا إذا إيه؟ الموضوع كان فيه كالسام ام ترى في كنسب لو فيه كونتراكشن اللي هو موضوع ده؟ او فيه اجروسايتوزيز زي الطريقة اللي هايبوطالماس طلعوا بيها البركتر هرمون اللي هما بروتين طلعوا بالاجروسايتوزيز بروتين بيطلع بالاجروسايتوزيز يبقى لازم بتضايق سايبيسرونيسولتريفوسفين وقلتلك حتى في اوانيها عدب من كتبنا في جماعتنا كبنها غلط لان ما مفيش استيعاب للقصة فانا لخصتلك تلخيص رائع كونتراكشن 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 ونان جينوميك يبقى تختار بضايق سايبيسرونيسولتريفوسفين ده الاكشن نقل الكنترول لازم مع الاكشن تكتب الكنترول نفس الثلاث قصص بس فيه تعبير رائع هنا بقى الهرمونز دول بيتعملوا فين؟ الهرمونز دول بيتعملوا في النيرفا سيستم في الهيبثالماس فيها الهرمونز دول بيتعملوا في الهرمون رائع هذه الستيميلاس سيكون نيرفا مبالغي يوصل الهرمونig نيرفا سيصبح نيرفا مبالغي يصبح نيرفا مبالغي يصبح نيرفا مبالغي يصبح اصدار الهرمون مش هتاخد الفول مارك. احنا متعودين الريفليكس له افرينت ليمب و ايفرينت ليمب. افرينت و ايفرينت. هنا بقى ده حتى يواليك حاجة رائعة. ان ربنا عاملته كنترول سيستم نيرفاس واندوكراينة. وقلت لكم في قوانيها ليه? في السنة اولى. لما قلت ان النيرفاس سريع والاندوكراينة البطيئة. النيرفاس يبتدي والاندوكراينة ليكمل. دي كانت اثبات ليه في اتنين? هنا اثبات اروعة. انه من sarah الاندوكراينة ليكملهم لهم ينرد. هو ويرد الفريت الاندوكراينة ليكملهم للاندوكراينة. انه يريد ويرد انه تقوم بصوت هارمون المشروعة. وهذا تفرج نفس ثلاثة. سيساكل النبل في كمية توقيت ريسيبته الرهيبة في النبل. في اثبات اريد في نيرفاس تذهب الاندوكراينة ليكملوا بالاندوكراينة. فتطلع هرمون الأكسيتوسين يعمل كونتراكشن للماء إبيتيلال سيلز ملك لات داون رحنا بنيرف إيمبالس ورجعنا بهرمون رحنا بنيرف إيمبالس ورجعنا بهرمون يبقى ما فيش اسم أروع من نيرويندوكاينة ريفلكس ليش أحلى من كده وتبين لي ازاي ان هم تواكنترول سيستم لكن متعاونان طيب يبقى الستيميليشن من نيبل التوتش ريسيبترو بيساكلينج عمل حكايني تعال بقى في الولادة البيبي الهيت بتاعته نزلت في العنق الرحم السيرفيكس عملت سيرفايكال دايلتيشن فالسيرفايكال دايلتيشن ده يبعت نيرف إيمبالس تروح للنيرف السيستم لأنه الهرمون هنا بيتعامل من نيرف السيستم يطلع اوكستوسن يقبض الرحم فينزل هيت الدبابي فيعمل مور سيرفايكال دايلتيشن يعني يعمل سيرفايكال دايلتيشن يطلع مور اوكستوسن يعمل مور يترين كونتراكشن ادي تاني واخر اجزامبل للأوائل بس لبوسطف فيباك ميكانيزم يبقى البوسطف فيباك معظم الميكانيزم نيجاتيب فيباك ما عدا للأوائل الاتنين والاتنين فين بقى؟ في الفيميل فين؟ في الربرو دكتب سيستم في الوائزين حتى يزيلغ السياري يتزيلغ سيزيلغ اوائل وهاية للأوائل الأوائل تاني واخر بيباك برضو في الفيميل في الريبررو دايلتيشن في الولادة بالدرس والاستيقن المسكين والاستيقن مكشفية والاستيقن موجودة انا مستمداد أكثر طبعا الجينيتال استيميليشن ده الأساس تلامس الجينيتالية يطلع الإمبالس تطلع أكسيتوسين يساعد هنا الإجاكوليشن وهنا يساعد الساكشن في الأرجازم يحصل حاكتين المالي يجاكوليت واليوترس العضلات بتاعت الرحم تنقبض تكريات نيجاتيب بريشور يشفط الاسبير شوف لكم يعني التكامل الرائع ده يجاكوليت وده يساك لأن إحنا الإخصاب ما بيش هيحصل هنا قلنا بيحصل هنا في الأمبولة وأقول لك حاجة؟ أقولها في الريبوداكشن عندنا 12 ساعة يتلحق أن لا تحاجه الموايضة عزيزة جدا بتستنى في الميدان العام ده 12 ساعة ما جلهاش الاسبير من خلص القصة في الشهر كله ما عندهاش غير 12 ساعة للإخصاب ومع ذلك في انفجار سكاني في الدنيا كل الناس الضبطة روحها عرفة فين في النص يوم أو اليوم ده مين يساعدها الأكستوسة؟ في أخرى يتعابير غير نيرو اندوكراين أي تعبير غير نيرو اندوكراين تاخد سفر يتعابير بالأرجازم الشبق 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 الجمسي لدرجة سموا هذا الهرمون لوف هرمون لكن لا تستطيع اكتبه هنا لكي تعرف يعني العنوان غريب شئ بس يكتبوه هنا عادل الاكستروسن ده لوف هرمون انا عاوز لك ليه هو لوف هرمون احكي لك قصة في عجلة و احنا كده خلصنا هنسيب ال 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 اتش المرة الجاية عاوز اطول عليكم يعني قالك ان الاكستروسن ده مش كله بيطلع هنا كهرمون ما انا احكيت لكم انه بيطلع ككيميكا ترانسميتر هنا بيتصرر جزء منه في ال نيرفا سيستم في الهايكوثالامس ومهم في ال لاف في الاموشنس يعني لما اتنين بيلتقوا مع بعض يعني في الكويتس في العلاقة الحميمية ويطلع الاكستروسن عند الراجل عند الست جزء منه ما بينزلش يعمل الوظائف دي جزء منه بيتصرب ككيميكا ترانسميتر وانا قلت لك ده هرمون وفي نفس الوقت كيميكا ترانسميتر يعمل الانتماسية يعني الترابط ما بين الاتنين لو العملية الحميمية كويسة يترابطوا جدا واثبتناها انت تقول انت بتتكلم انش لا ما بتتكلمش انش بس ما عليكش كامدة بقولوا للزملاء يسمعوا الزملاء في في فصيلة معاناة من الفقران جيب الفقر اول ما يبلغ مع الفقره يعملوا علاقة حميمية تصور؟ هذا الفقر تعرض عليه كل الاناث التانيين يعني اناث الفقران التانية هو مع اللي طلع معه اكستروسن ما يرضىش يعمل ابدا اي علاقة غير مع دي طب احنا مش فاهمين ليه دمرنا له البوستيروكتيوتري الفقر لا مشي على حل شعره اي فقره يمشي معه فعرفنا ان ده هو اللي بيعمل انتماسية فعشان كده بالتجربة دي مش مش امشى بقول للزملاء سموها تاني حاجة برضو مش عينة للزملاء هو ليه ربنا عمله في الهايبوثالماس واختزم في البوستيروكتيوتري دي البوستيروكتيوتري هالغدة الوحيدة التي تختزم لكن لا تصنع بيتصنعوا لها في النيروسيستم عشكاسة ويتنقله هنا في اسناء الولادة في جزء بيتصرب هين؟ بيعمل امنيزيا يعني فقدان للزاكرة مطلوب تخيل كل انتة في حالة رعب من الولادة ولو شفت الولادة لأمها ولغيرها تبقى في حالة رعب وربنا عاوز الناس تتكاثر وتسمر وتملأ الأرض فلازم تنسى اللحظات المريرة دي فالاكستوس اللي بيطلع يعمل الولادة كهرمون بيتصرب جزء منه في الهيبوثالماس ككاميكال ترانسميتر يعمل امنيزيا لاص او ماموري ما يبقاش عندها ذاكرة واضحة وقوية في العملية دي فتقبل على الحمد تاني مرارا وتكرار وعدتوك وقولك وقولك ليه في الاني اتش برضو هارف ده يثبت ايه انت عارفين احسن مني انها وراء الخلق يبقى ده سؤال مهم اللي هو الاكشن او اكستوسين هتجاوبه ازاي قلت اي اكشن يا شباب تبتدي بالميكانيزم اكشن ما عشبت مثل عشق النظام طب ده في الاول انت هتقول انه طالع من البيت يوتر بحرف البيت هو بيت طايد حتى قلنا نونة بيبطايد وحكي ده عنه يبقى لازم انانجينوميك طب انانجينوميك مين القصة الاساسية السيربنتين ريسبتور اللافف سبع لفات يشغل الجي بروتين اللي هو ثلاث قطع يشغل واحد من اربعة كيميكا اهم مهم مين وما ساكل ام بيس وما ساكل ام بيس الا اذا الموضوع احتاج كالسم يبقى نروح القصة التانية اللي هو اضعي اسال جسر ومتى ريحتاج كالسم في حالتين شوف النظام شوف يتفهم يا اكسوسيتوزيس ويبقى اقول المثال ميت بره زي الهالكوثالامك ازاي كانوا بيطلعهم بيطلعهم الخليجة بالإجزوسيتوزيس اللي محتاج كالسم يبقى يشتغلوا بضايا سالجيسر وقلت كانوا كبينها في بعض القطب غلط او لو فيه كونتراكشن ده هنا انا شوف التحديد علمتلك حتى اخذ بالك انا اصعدت في تلقيس الورق ده اصعد السنين بيبين انت عاوز ايه ان التلاتة اكشة ومعناها يسهرع الولادة الا ما دي مش اهم وظيفة لان فيه هرمونات تانية بتعمل ماشي عكس الزمن مفروض جماع ولادة رضاعة هو ماشي بالاهمية رضاعة ولادة جماعة ايوها تنساق بحياتك اشتاخد فول مارك ثم الكنترول عارف لو نسدي مش هتاخد نيرو اندوكريد ريفليكس شيء رائع نارفي امبلس هتطلع هرمون هنا Böyleسي تركون موش تقتاضي او اندوكريد حمل تقتاضي من أساس الإنقبار الوحيد مشالية في الولادة بالقريقية هكذا doll eh article الولادة اللي هو cervical dilatation يطلع اكسلوسي نعني cervical dilatation ثم الاستيملس في الجماع